بسمكم نرحب بي الدكتور عادل حسين أشكناني رئيس اتحاد أصحاب المهن الطبية الأهلية ساك الله بالخير يا أبو طلال ساك الله بالنور مساء لك على المشاهدين الله يسلمك طبعا أنه نبارك لك بهذا التكريم و ما شاء الله المدالية العادة المدالية هي الكبر لكن ما شاء الله هذه ما تنحط بالصدر أقول له ذهب خالص لن تقاعدنا الله يزيدك يا شاء الله طبعا أنا سعيد جدا بالتكريم اللي صار خصوصا أنه كان مثلا وضعي شوي مميز بالنسبة لبقية لبقية المنشآت اللي هي كانت مستشفيات و مراكز و كذا أنا الوحيد اللي كنت كمركز أسنان يعني موجود احنا طبعا هذا التقييم حصلنا عليه بالألفين و ثلاثة عشر وبعدين حصلنا على مرتبة أعلى بالألفين و ستة عشر التكريم يا الحين بمناسبة وصول المنظمة لعدد الألف منشأة حول العالم اللي هي من خارج الولايات المتحدة اللي هي تقريبا ثمانين دولة هذا التقييم اللي هو على أساس أنه هذي اللي هم حافظوا على الاعتراف مالهم و قاعدين مثلا يتطورون و يتكبر مؤسساتهم فعلشان شيء يختاروا كذا منظمة كان ضمنهم مؤسساتنا صحيحة ممتاز و هذا ثاني تكريم لك دكتور صحيحة طبعا من أول مركب بالألفين و ستة عشر كوننا أول مركز أسنان كشبكة فروع نعم و هذا الحين أننا حافظنا على الشغلة هذه و تطورنا لجده نعم و أتوقع التكريم الثاني هذا كان لميزة في نفس اليوم نعم هذا يد صراحة صارت ثلاثية على ما يسمى طبعا نحن تكريم بيوم احتفالنا بسمو الأمير تولي مقاليد الحكم مدى 12 سنة و نحن مركز نحن بعد فاتحين 12 سنة نحن قاعدين نسوي 12 سنة و طبعا احتفال الثالث أن القادسي أخذ و كاسو ولي العهد يعني فختمناها فأهم شيء لا يزعلون كويتاوية لعندنا بالستوديو لا لا نحن روح رياضية فكان صراحة يوم مميز يعني محمد الله و هذا التكريم أتى على شنو على يعني الجهزة الطبية كجودة ولا كامكانيات هي منظومة متكاملة يعني مثلا أن أنت يكون عندك طبعا نحن خلنا نقول ليش مثلا أننا نحن ميزون تخصص طب الأسنان من الصعوبة أنك تلم بكل شيء يكون مكتوب يعني رح تحتاج مجلدات ليش؟ لأن عندنا داخل طب الأسنان تقريبا 8 إلى 9 تخصصات و هناك تخصصات اللي هي الدقيقة قاعدة تطلع فكل ما يزيد التخصص كل ما يزيد تعقيدات الإجراءات العلاجية لازم أنت توثق الإجراءات العلاجية تكتب طريقتها يعني مثلا إذا يا مثلا طبيب عندك تعطي هذا الكتاب يقرأ فيقوم على الإجراءات حسب السياسة مالتك يعني ما يصير مثلا والله الدكتور ألف والدكتور باء يسوون إجراء مختلف بالنسبة للمريض ياي مثلا عنده تسوس أو عنده تنظيف لا نفس الإجراء الأعراض الفلانية تصير حق مثلا إجراءات فلانية للأعراض الفلانية والعلاج الفلاني يكون معاهم النقطة الثانية إن مواد طب الأسنان وايد متشعبة كل تخصص يعني عندنا عدد مهول فإنك تلمهم كلهم وتحطهم وتسوي لهم أبديت كل سنة هذه شوية فيها صعوبة لا نحن نعرفهم نكثرهم بالكويت نحن نعرفهم مراكز الأسنان المراكز وايدين ما شاء الله عسى الله يكثرهم بس أقصد إن المواد مالتنا كل مالها قاعد تتطور فأنت تي كل سنة لازم تجدد الإجراءات اللي عندك اللي يسمونها الشغلة الثانية اللي هي تهتم في سلامة المرضى يعني كيف لون أنت تدري أو يمكن يعني المشاهدين يعرفون هذه المعلومة إن من أكثر الأماكن نقلا للأمراض اللي هي عيادات الأسنان نعم فلازم إن تكون تتقيد بجراءات التعقيم السليمة وبنفس الوقت تسوي فحصات يومية بحيث إن إذا لاحظت أي خلل ترجع مرة ثانية تشوف السبب تسمونه الخلل يعني ترجع مرة ثانية تشوف مثلا هذه الشغلة نحن لقيتها هنا ترجع شنو السايكل اللي سويته شنو كذا كذا فتصيد الخلل وتعمل على علاج هذا الخلل ممتاز هذه اللي هي اللي تهم المرضى هذا وحنا تميزنا فيه شوف أنت لما تروح مكان أهم شيء تريد تطلع سالم وزع الطبيب الأسنان تعال تورطع سالم يعني ما ينبلع مروح طبيب الأسنان فأنت تريد تروح تريد أن تتم الإجراءات بحيث أنك أنت تسلم بحيث أن لا يتم نقل الأمراض حقك وأن الإجراءات اللي تتم تكون على مقاييس محددة عالمية مو هي والله العفو يعني مو على مزاج الدكتور الدكتور هذا قال لي شدي الدكتور فلان ثاني قال لي شدي الثالث من شدي الناس تتحير أحيانا لكن لما يكون كل شيء مكتوب ومعروف خلاص يكون هذا علاجك عندك اختيار ألف أو باء أو جيم وبالنهاية أنت لك حرية الاختيار لكن أن الطبيب يفرض عليك طريقة ما تكون تتماشى مع المقاييس العالمية هذه الشغلة اللي شوية نحن قاعدين نعاني منها أو العالم كله يعاني منها فوجود تطبيق المعايير هذه وعموما هذه توصيات منظمة الصحة العالمية نحن لا نبتدع شيء من عندنا توصياتها لوزارات الصحة توصياتها حتى بالكويت عندنا لدينا الكثير من توصيات من منظمة الصحة العالمية يطالبون فيها وهذه من ضمنها تطبيق معايير الجودة وعلى فكرة يعني موجودة حسب ما قدمت كان سماد يتكلم على 2035 نعم إذا تلاحظ ضمن الخطة الصحية موجودة وهي تطبيق معايير الجودة 100 بالمئة في خطة الكويت 2035 اللي نتمنى إن شاء الله أن نعيش ونشوفها إن شاء الله إن شاء الله وخصوص هل هي الموجودة في البرنامج نفسه يعني مثلا مركز الكويت أو مركز الكويت يعني الأجانب ممكن أن يدخلون شوف المؤسسات هذه موجودة على الصفحة الإلكترونية مالة المنظمة نعم جي سي آي نعم أكثر الأجانب لما يسافرون بره ما يثقون بالمؤسسات الصحية الموجودة في هذه الدول فشي سوون يرجع يدش بالإنترنت على الجهة هذه لأن هذه الجهة ثقة لما تقول لك أنت تروح المكان الفلاني خلاص هذه عارفة هي مقاييسها فيون يدشون على المنظمة في البلد الذي يريد نوع الذي يريد يقول أين يريد يدخل على الويب سايت مال المؤسسة يشوفها ويأخذ العنوان ويروح وعلى فكرة يمكن أن أزيدك شغلة السنة التي فاتت تم اعتماد المركز من قبل البنك الدولي كمركز معتمد لجميع موظفين حول العالم في حال وصولهم للكويت على طول هم يسوون إيميل داخلي بينهم أنه لا تذهب إلا هالمكان على أساس أنه بالنهاية يدفعون البيضات عنهم هذا يشرفنا ويسعدنا بأن جهة أو مركزنا هو ثقة و جودة عالية وموجود منظمنا هو نوع من يعني تخيل مثلا عندي مثلا الأمريكان على سبيل المثال عندهم تأمين صحي لمانيون يقدمون الورق يأخذون فواتيرنا مثل ما إهية يروحون هناك بأمريكا يصرفونها لهم لماذا؟ لأن هذا اللوغو هو المعتمد في أمريكا عرف شون فحتى شركات تأمين الأمريكية تعترف في الشهادة يعني هي ميزة تعطيك ميزة عن شغلات أو عن العيادات العادية نعم نحن أتكلم عن جانب سياسي صحي طبعا حضرتك رئيس الاتحاد المهن الطبية ثلاث سنين وإن شاء الله تستمر في هذا المكالم متميز نخلص الدورة الثانية ونسلم مثل ما نسلمه الذي قابلنا نسلم الله يبقى العافية والقادم إن شاء الله سيكون أجمل إن شاء الله هناك تعاون بينكم وبين اللجنة الصحية تعاوننا دائما يكون مع وزارة الصحة من جهة ومع مجلس الأمة ممثل باللجنة الصحية وأعضاء اللجنة الصحية التي أمسي عليهم بالخير وإن شاء الله نجتمعوا معهم يوم الأحد إن شاء الله هذا الثاني اجتماع نحن طبعا التشريع نلجأ فيه لأعضاء مجلس الأمة لأهم طبعا مطبخ التشريع أمي أبدا نحن قاعدين نعاني بالقطاع الخاص من قدم القوانين الموجودة لدينا قانونين واحد من 1960 واحد من 1981 نبي نسرع في عجلة التشريع بهالقانونين على أساس يتماشون مع التطور الذي حدث كل الناس الآن تدري ما هو التطور الذي حدث في المجال الصحي لحد الآن قوانيننا مكتوبة بالربية وفي عندنا شغلات لا يوجد مذكورة حتى وزارة الصحة قادت عاني من هذه الشغلة من ناحية إصدار التراخيص من ناحية اعتماد بعض الأمور المستجدة التي لم يكن موجودة تصدر فيها قرارات وزارية ومع الأسف بعض القرارات وزارية تصطدم مع القوانين فأنت أهم الوزارة مات اللام ونحن لا ننلام نعم بنهاية نحن نخسر نحن ندفع من جيبنا نتلقى كاتحاد اتصالات من جميع زملائنا بلا استثناء يتدمرون من الوضع الحالي يقولون يجب أن نرى هل هناك تعاون بينكم مع اللجنة الصحية في مجلس الأمة الجميع متعاون وزارة الصحية متعاونين مجلس الأمة متعاونين لكن أين المشكلة المشكلة لغة التفاهم يعني كيف أنا الأمنية أتكلم من منظور صاحب مؤسسة صاحب مصلحة الاتحاد أنشئ على أساس واحد حماية مصالح أعضاء غير ما نرى عندما تقول مصالح مادية طبعا هذا الطبيب الذي يأتي و سأخذ قرب و عقب دراسة هالسنين و حاط على ظهر مبلغ و قدرة لما أنت تأخر بورقة أو بشغلة و تخسر فلوس هذه الضرة سيأتي لنا نحن مضطرين أن ندافع عنها ندافع عنها ما الذي أخره قرار غلط لأنه هناك سوء تفاهم أو عدم فهم لغة معينة نحن نتكلم بلغة و هم يتكلمون لغتكم صعبة لا يفهمون عليكم لا يندرم لا يندرم نحن بالنهاية قعدنا في الاجتماعات مثلا أنا لما أقعدوا معك على طاولة لمدة سنتين و أصدر أنا قرارات أو شغلات من هذه اللجنة و تذهب و يأخذونها المسؤولين و يضعونها بالدرج ما توقع ردة فعلي تكون يعني فهمتني لما أقول أننا لما نحط جهد نحن قاعدين ينيه بالاجتماعات هذه على حساب رزقنا و على حساب عياداتنا و غيرها نحن متابعين نحن متابعين أول بأول مشكلتنا تغير مسؤولين في الصحة الوزراء مو بس وزراء من وزراء و وكلاء مساعدين و حتى مدير الإدارة يعني نحن ما نلحق نتعرف على مدير إدارة إلا شاله يأظلنا غيرها على ما يفهم طبيعة الشغل يتفهم يشيلونا هذه قاعدة تأثر علينا نحن نتمنى و هذه أنا رسالة أوجهها من عبر هذا التلفزيون اللي يمثل صوت الشعب اللي هو تلفزيون المجلس أكيد أوجه رسالة إلى المسؤولين لتطبيق ما جاء في توصيات منظمة الصحة العالمية نحن ما نبي أكثر من شديد منظمة الصحة العالمية تقول يجب إنشاء هذه عمل الصحة نعم أهي اللي تشرع أهي اللي تراقب و غيرها و الوزارة تتحول إلى وزارة خدمات و الوقاية من المرض مثل ما قاعد يصير في الدول اللي حوالينها و ندخل القطاع الخاص في هذا المجال القطاع الخاص يكون مراقب من قبل هذه الهيئة و الوزارة أيضا تكون مراقبة ليش نحن ما قاعد نطعن بالوزارة لكن ما يصير الخصم هو الحكم هذه ما تصير فالناس تطورت و نحن نريد نتطور و نحن نتكلم على 2018 نتمنى إن شاء الله على أساس أننا نقدر نحقق رؤية صاحب السمو بـ 2035 و نستقطب المستثمرين الأجانب ننشئ مدن الصحية اللي موجودة على الورج و نحن مقادرين نطبقها أرجع أقول لا يمكن لمستثمر أجنبي بالمجال الطبي أن يدخل الكويت في ظل القوانين اللي موجودة القوانين منفر إذا المستثمر الكويت يبينحاش ربيعنا كلهم قاعدين لا لا إن شاء الله كلهم بيونه و كي رح يتعدى لأفضل بمجهود الكل مجهود الحكومة مجهود أيضا بإذن الله مجلس الأمة و طبعا ما الأحسر و العدم منكم و الاتحاد طبعا صوت الشعوب الدكاتر المقهورين الله يطيكم العافية إن شاء الله يارب الله الله يجيب القار تسلم و تشرفنا بوجودك و تشرف لنا و مشكورين وعيد على الاستضافة تسلم بسمكم أشكر الدكتور عادل حسن أشكناني رئيس اتحاد أصحاب المهنة الطبية الأهلية